اشتركوا في القناة 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 بس ما عرفش أنا مضيت عليك. فسيبوني لحد ما عرف. وبعد كده. تمام. زمان الجرائط كان بتطلع كتسامين الساعة عشر. بالليم؟ بالليم. أنا بخلص الساعة تسعة ونص. طبعا الأولى. طبعا الأولى. ما عمل حيتش. الزمانك يخطف سعيد عبدالعزيز. نسوي بسهولة. كلمني كانت تنسابت بعدها. قال لي أنت مش موقع عندنا. طب أنت عايز إيه؟ تعال أخذ ورقك. الله يعني. روح تاني يوم الصبح. احترام. احترام صراحة. الله يرحمه يا سيلي. فتولها كانت تسابت. لا المنظومة كمان تتسابت من ضمن المنظومة يعني. حاجة الله يرحمه. فتولها يا كابتل صراحة أنا جيت وقعت. أنا عايز أجي لألي. أنا أصلا بحب النادي الألي. وأنا عايز النادي الألي. قال لي طب أنت توقع في مشكلة. ووقعت لنا بقى على عقودة أتحاد الكرة. ووقعت على عقودة أتحاد الكرة بفعالة تانية. عرفت أنها وقعت في مشكلة. فوقعت النادي الألي. اتحاولت للتحقيق. كنت أتشاطب على فكرة في الوقت ده. بالصحيح كنا موجودين لو أنت فاكر. عصر التماس. كان رئيس الاتحاد في الوقت ده. سمر زاير. الدهشورة حرب. الله يا ربي ديه. دهشورة حرب. في الوقت ده كان عندنا مطش القدفار لو أنت فاكر هنا في مصر. يعني القرر هيطلع. في تصفات سيدني تقريب. أيوة. كان المفروض أن القرار ليس هنطلع بكرة. والنهار ده بالليل. كانت نشو بين ربنا طبعا. كان هو مدير المنتخب. كان مدير المنتخب في الوقت ده. شل الإقاف خالص. ودفعت غرامة اللي أنا سدتها. ينا. ونورت العالم. الرفع له هداف كثيرة خلي بقى لك سعيد. سعيد كان لعب دقيل. والشامحان أخي برضو. وافتكر له كمان. كنت أنت سفرت بقى كمان. كنت أفر رحت كازر زلوت الفان. وهو سعيد لما جيه. رجعت لقيت سعيد. كنت تتلعف الدول معي لي واف الماني الراجل. كنت أتفرج عليك كمان سعيد. وكمان لما رجعت كمان كان نادل إعلي عمل ماتش ريال مدريد. سعيد كان من أحسن اللعيبة اللي كانت موجودة فيها. عمل ماتش كويس. قوي. قوي على لويس فيه. بس السؤال. دلوقتي ما أعتقدش إن دلوقتي ممكن يمضي حد على عقدين. خلاص اللعيبة بقت ناصحة. بقى ناصحين. ما عارفيني رائع اللي يدفع عقد. ايوه لا ناصحين ما مش عمد تتفع عجيل. اللي يدفع عقد. وفكرة الاجنت برضو كانتش موجودة بشكل كبير. فيه ثقافة دلوقتي يا فاروق. ثقافة كمان إدارية. مش كمان. سعيد يعني خاف. قالك أنا عايز يلعب في نادي كبير. بس هو من جواك أنا عايز الأهلي. فلما محدش يكلمه برضو الرجل. برضو الخوف إن هو عايز برضو يلعب في نادي كبير. ويبان بشكل أفضل إنه كان في منتخب مصر وكان متقلق جدا. أنا فاكر سعيد يعني. وإنت كابتن كمونا صراحة. ستنا ورجعتنا برضو متقلق. آه الحمد لله. بص طول عمري بحب النادي لحلي. خدت وعد من الكابتن صالح أو كابتن صالح. كلمني في نقطة مهمة جدا. قال لي احنا نوافع على الاحتراف. كان جايلي بروسي دورتمون. وكايزر سلاوتر. وكايزر سلاوتر. وولمبياكوس اليونان. فكان ده أعلى عقد كايزر سلاوتر. كان حوالي خمسة مليون مصر كان رقم ساعتها. فقال لي بس لما تفكر ترجع مصر تاني. بعد أما تخلص الوقت بتاعك. وخد وقتك وراحتك. ترجع نادي الاهل. ده كان عقد ولا كان كلام شافئي. ده كلام كلمة. كلمة بالنسبة لي كان. كلمة بالنسبة لي عقد. تمام. ودي تعلمتهم من كابت صالح. ومن نادي الاهل. من إدارة ومنظومة نكحة. وبيتكلموا. انت عارف. لما روحت كايزر سلاوتر. وجيت يا فاروق أجازة. كابتن أمد اليمان الإداري. يا رحمة الله عليه. ساب لي مكافة الدوري. موجودة. وجيت مضيط وخدتها. نادي الاهل. بيكونش حد. وكمان الوعود اللي بيديها للعيبة. بينفزه. كان الان ليه مكان. الان ليه سعيد. اه. وبالفعل ده حصل. رجعت النادي الاهل تاني. انا بقول ليه لعنة. هي لعنة ان انت تقعد تبقى مشتت. ما بين اتنين دي. لا بتبقى. وفيه لعيبة كتير يعني. حصل موضوع ده للأسف يعني. بس سعيد مش كويس بعد كده. بس فكرة ان بقى. جي جيل بيرتو بعد كده. وكتمو نفسه ما بينك وما بين جيل بيرتو. صح وانا. ابو مسلم بعدك. ابو مسلم. ابو مسلم ده خاص. طيب. حدود. عرفيك يا ذكريات جميلة. انا يعني بنحاول نرجحها. في بداية كلامنا. لان سعيد كان من اللعبة الجايدة. وممكن كات السامير طبعا انا لحقته. كنت انت لسا مجيتش. لحقته في المرة التانية اما رجب. كات السامير ده كان خاص. طيب. والناس كلها عارفة بقى. ساقف منتخب مصر او في. نمبر فايف. نمبر فايف. نمبر فايف ده يعني علامة مميزة. طيب. لكات السامير طبعا. كنت انت ومتعب. لا متعب. لا متعب. لا جيه. لا. بلال. بلال. وحسام غالي. وبعد كده متعب. لا حسام غالي اللي جيه الاول ومتعي. واحمد بلال. قعبة جاملة جدا. صراحة. وبعد كده متعب جيه في الاخر بعد كده بعدين. وقسام حسني بعد كده. وقسام اه طبعا. لا يقوم كالوجيل جابي ده كابت فايف. هنتلع الفاصل. نرجع نكمل بقى. نتكلم في المضمون. مضمون اليوم النهاردة. وهو مبارات اليوم في الدورة الممتاز. اليوم التاني في الأسبوع العشر. وفوز الاهلي. وفوز امبي. وتعادل السراميكا مع المحلة. هنتكلم طبعا. انتم دربتوا المحلة. انتم الاتنين. كابتن سامير. كابتن سامير. كان مدرب العام. هنتلع الفاصل. ونكمل كلامنا عن مبارات اليوم. طيب مكملين مع حضراتكم. وطبعا نجومنا في الستوديو. كابتن سامير كامون. كابتن ساعد عبد العزيز. وكلامنا عن مبارات اليوم. في الدورة الممتاز. وأكيد بداية الكلام. هيكون عن مبارات الاهلي. والفوز الكبير للنادي الاهلي. على مصر المقصة. 4-0. كابتن سامير. خليس اسألك. النهاردة. وتأكيد ليه المستوى الفني للنادي الاهلي. أين كان طريقة اللعب بالنسبة ليه النادي الاهلي. الفوز والشكل حلو. رأيك في مبارات اليوم بالنسبة للنادي الاهلي والفوز. الفوز وشكله حلو. طيب قلت نقطتين مهمين جدا. ده اللي كان بينقص النادي الاهلي في بعض المطشورة. مش في كل المطشورة. النهاردة ابتدى يرجع النادي الاهلي الحقيقي. بصرف النظر عن التشكيل اللي كان بيلع. في ناس كان بعيد عن التشكيل الأسية. زي محمود وحيد. وكريم فؤاد. والشحات. المكسيوني كابتن. شفت أداء راقي جدا من النادي الاهلي النادي. انتشار. استحواز. نسبة استحواز عالية جدا. المستوى التهديفي رائع. أربع هداف جمل جدا. هدفين المكسيوني. وهدف للشحات. وهدف لزياد طارق. كل دي جمل. وكل دي شغل. وتاكتك يا فاروق. انا شفت النهاردة الحقيقة النادي الاهلي أدى أداء راخي جدا. عجبني النهاردة حسين الشحات. عجبني حسين الشحات. لما بيكون في مستوى. وبيطلع كل اللي عنده. انا الحقيقة بقى مبسوط قوي. لان حسين فعلا اضافة. لما بيلعب ناحية طرف اليمين. بيبقى مؤثر جدا. شفنا النهاردة جاب هدف ومتحرك. وبيعدي وبيعمل كرسات. بيعمل ربط ما بين الدفاع والهجوم. نفس الشيء. ميكسوني النهاردة كان مفاجأة بالنسبالي. ان اول واحد اتكلمت عليه. وقلت ان هو مستوى الفني بعيد على مستوى نادي الاهلي. غلطان انت انا كابتن؟ مش غلطان. اللي انا شفته قبل كده غير اللي انا شفته النهاردة. اتمنى ان هو يستمر. طب هو ليه كابتن موجة نظرك. يعني ايه الفرق ما بين ميكسوني في المباراة اللي قبل كده. والنهاردة بذات. هل ان حاسس ان فيه ثقة موجودة من المدير الفني. وان هو بالنسباله واقف في ظهره. ودي برضو حاجات بتفرق مع العيب. مزبوط. هو رقم واحد الرجل بتدي له ثقة ويدي له ماتشاط قبل كده. لكن ما كانش موافق فيها. الرجل مصر ان هو يدي له ماتشاط ويدي له ماتش النهاردة المقصة. قدر ان هو يطلع جزء كبير من امكانياته. اتمنى ان هو يكمل كده. لكن مايرجعش الورا. ده اللي انا بتكلم فيه. قبل كده قلت ميكسوني مش هو ده لعيب النادي الاهلي. مش مستوى لعيبة النادي الاهلي. او مش شخصية لعيبة النادي الاهلي. لكن النهاردة يعني لو استمر على كده هنغير فكرتنا. احنا هنا انت عارف ان انا محايدين بنيدي كله عاد حقه. سواء في الاهلي او غير الاهلي. لكن النهاردة. اصلي نستقول لك انت بتغير كلامك كابتن. لا مش بغير كلامي. لا يعني هو الناس هتيجي تقول لك انت بتغير كلامك على اللاعب. انت قلت عليه من لا يصلح النادي الاهلي وعلي كده. دلوقتي هش جاب قريد. فترة اللي هو اللاعب فيها. هتقول كده. لكن هو لو استمر على المستوى ده. لحده ما بقى نجم فرت الاهلي. فتشابه دلوقتي ولا لسه بدري ممكن اقول. لا لازم مطشات كتير تاني. لو هو عنده ثقة فعلا والرجل بيسق فيه وهيديله مطشات كتير ويبقى في التشكيل الاسية. ليه لا ممكن يبقى احسن من كده من النهاردة كمان. يعني انا شايف فرت النادي الاهلي النهاردة محتضنينه كمان. يعني هو الراجل اللي عمالينه بصوله واسسته وبيساعدوه في الملعب. هو بتحرك كويس. يعني دي ميزة لعبة النادي الاهلي. لما يكون فيه لعيب مش ماشية معاه بيفوقوه. فالنهاردة النادي الاهلي بالتشكيل اللي انا شفتها قلت النادي الاهلي ممكن يعاني. لا النادي الاهلي معناش. بالفعل نعم بتتكلم في خط الظاهر محمود وحيد ياسر ابراهيم رامي ربيعة كريم فؤاد. إليو ديانج وحمد فاتحي ومكسيوني وقفشا والشحات ومحمد شريف. طريقة لعب النادي الاهلي النهاردة اربعة اثنين ثلاثة واحد هي دي الطريقة اللي تتناسب مع لعب النادي الاهلي واسلوب النادي الاهلي وشخصية لعب النادي الاهلي. النهاردة لعب الطريقة اللي تتناسب مع اللاعبة قدر يجيب جون واثنين وثلاثة او 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 كütfen. ممكن يجيب خمسة وستة كمان، لان فعلا اللاعبة بتجيدي الطريقة دي. يعني 3 ا4 ا3 الاهلي ما الجدهاش ك감을 يبدو 3 ا4 ا3 . بعض الأحيان على ممكن اللعب بها بار من أعباء لأنه هو بيلعب بثلاث ديفندرات بيلعب بالسولية وبيلعب بديانج وبيلعب بحمد فتحي عشان يقفل الملعب ويقدر يلعب على الإطراف من العمق كمان بالثلاثة اللي قدام لكن على ملعبي أنا بمعظم الفرق بتلعب زون ديفينز بتركين الأوتوبيس وراء وزيادة دفاعية وبتعمل عمق دفاعي فبيدي ريحية كمان للنادي الأهلي إنه هو بيلعب من الإطراف ومن العمق وبيطلع كل الإبداعات اللي عنده زي ما شفنا النهاردة حسين الشحات وشفنا مكسيوني بيشتغل من الإطراف وقفشة كمان نهاردة كان فاق قوي قفشة النهاردة رجع قفشة السلية لما نزل عمل السلية حلو قوي زياد طارق يعني برضو حتى السلية لما نزل كمان كل اللعب الأدام الطريقة مناسبة جدا واللعب بجدها أنا من رأي المتواضع بقول للمسيماني يريد تثبت الطريقة دي عشان هي بتتناسب مع لعبة النادي الأهلي خصوصا على ملعب هل تتفق كابتن سعيد أولا هاخد رأيك في اللقاء وهل تتفق بالشكل الفني اللي بيكلم عليه كابتن سمير اللي يجب تثبيت الطريقة دي عشان قدت شكل مختلف للأداء بالنسبة للعبين وهما يعني النهاردة كان أداء فعلا رائع ونتيجة رائعة هترجع أولا لمسيماني هل هو الطريقة النهاردة اللي جربها الطريقة النهاردة أربعة اثنين تلاتة واحد دي بنسبة لنا النهاردة جديدة جديدة لا جديدة النهاردة بشكل جديد اللي الطرفين بيزيدوا بشكل كويس قوي كما تنفرون اه اثنين ديفندرات سابتين في لص الملعب ده شكل كويس قوي ان انت عندك فيه ناس بتغير ممكن بدل الباكاتنا هي اللي بتزيد بالديفندرات اللي بتزيد فمعنى النهاردة ديانج وفاتحي يقفوا في لص الملعب أعطعين كل كرة التانية بيأخدوها والباكين طيرين وما فيش مركزية في الخط الهجومي وعندك صاني علعاب النهاردة زي ما انت بتقول أفشة بدأي يرجع لحالته الطبيعية كرة بقى سهلة أول نهاردة والميزة في النادل الاهلي سهلته ان هو بيبدأ يلعب كرة على الأرض فمن تحت الكرة بتطلع صح وعندك ديفندرات سابتين وما فيش مركزية في الحتة الهجومية دي عملنا شكل النهاردة كويس لو النادل الاهلي فضل على كده بالسهولة دي أكيد الطريقة هتفضل بس خلينا أقول لك حكا تسعيد برضو الفريل قدامك هو اللي بيسمح لك انك الأمور تبقى سهلة أو صعبة هل ما خاصة النهاردة سمح من البداية ان الأمور تبقى مفهاش صعوبة للنادل الاهلي وكمان سهل لبعض اللعبين اللي ممكن يكونوا الأول مرة بيشاركوا زي كريم فؤاد مثلا او يبقوا موجودين زي مكسوني وبياخد فرصة زي محمود وحيد عادي ساعد احنا بنتكلم على طريقة ان هي طريقة سهلة الأمور لكن مع فرق تانية ممكن تكون صعبة وده اللي حصل النهاردة كابتل سابير بيقولك النهاردة اللي هو بلعب الزمالك مش هلعب بالتشكيل ده لو بلعب فرقة زي الإسماعيل مش هلعب بالتشكيل ده لكن انت فرقة المقصة بالإمكانات اللي موجود بي على اللعبة اللي موجودة فرقة دي المقصة اضطر طبعا ان هو يلعب زوني من نص الملعب انا فجئت على فكرة النهاردة بمحمود وحيد وكريم فؤاد فجئت بالزيادات الهجومية اللي بيعمله بشكل كويس قوي صحيح كانت شكل مؤثر فجئت بالسبات حمد فاتح وديونج السهولة في الباص افشة في الحرية شريف بسرعاته والشحات لا الشكل النهاردة كويس كابتل فرقة ومش هيحصل مع كل الفرق يعني انت لو ضد الزمالك او ضد فرق برامدس مش هتلعب كده في لعبة بعيدة جدا اليقر البدنية طبعا مش كاملة 100% ولا الزهنية طبعا زي مينة كابتل يعني طبعا وحيد وكريم بدأوا كويس قوي لكن مع الوقت طبعا الحطة العضلية والزهنية طبعا بقى لهم فترة لكن انا شايف ان الشكل النهاردة في البداية كان سهل والمطش السهل عليك اول ربع ساعة لما جدتوا قولين المطش السهل خلاص فالموضوع بقى سهل جدا ودي ميزة لها طيب انا عايزك تقول لي رأيك برضو في ميكسوني وفكرة الثقة اللي اديه له يعني عايزك اشوف رأيك يعني من المسلماني لهذا اللاعب والهدفين ده دول هل ممكن يكونوا مطشو ينتهي ولا الاستمرارية هتبقى موجودة بوجود ميكسوني في المباراة القادمة على حساب اللاعبين اخرين يا كابتن من وجهة نظر المسلماني هو لو هو بالشكل النهاردة ده لازم ببقى موجود في المرحب موجود لو بالشكل ده لان النهاردة هو موفق قوي النهاردة اللاعب على جول ايجابي حتى لما كنا بتشوف قفشة هو قصير اوه سيئ هو قصير بس اوه بس يعني بس في التوانتاشر حتني سيئ التحركات التحركات بتاعت النهاردة عجبتني جدا عنده سرعة كنت يعني عنده سرعة وبالذات كانت السبيل لما بيقفله قلب المرحب الاتنين هو والشحاته بمرة واحدة لهم بيفتر لا فيه شغل معمول كويس شحات النهاردة مختلف او 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 تحس ان هو عايز يقول حاجة او عايز ان انا لا انا بعيد لا انا انا موجود لان اللاعبها بقي كتيرا موجودة في نادي القليل وكلها على مستوى جاي جدا انا شايف ان هو لو اخد مطشاط بالتوفيق ده لازم موجود في المرحب طيب كابت سمير واحنا بنتكلم عايز اكلامك على الاتنين البكين ممكن صحيح كان بيتكلم عليهم والنهاردة وانت بتتكلم يمكن ياسر ابراهيم ورامي ربيع الاول مرة يعني يلعبوا او الاربعة دول يلعبوا مع بعض ياسر ابراهيم ورامي ربيع ممكن شوية لكن البكين النهاردة اول مرة يكونوا موجودين بشكل ما يعني في المباراة هل المباراة دي اختيار صحيح لهم شاركتهم ده من وجهة نظر اه اختيار صحيح واختيار لان اختيار المباراة مهم جدا جدا والتوقيت مهم لان انا بعد كم يوم هلعب مع سانداون في رتيلة فانا ممكن بحضر البديل الكف او الجاهز فدي ميزة في المدير الفني ان هو بيبص للرقم اتنين في كل مركز تمام بتحسبا لأي ظروف كروت اصابات عدم توفيق انت بتتكلم نهاردة فحمود وحيد مع علي معلوم هو رايح علي معلوم عشان ما تشجي بالضبط بتتكلم نهاردة كريم فؤاد محمد هاني وهو عايز كريم برضو ما كانش بياخد فترة فاته مزبوط فانا عايز ابص كمدير فني دور الجاهت جدا النهاردة موسماني وقدرته لمباراة ان هو اهتم بالبكين اللي على اطرافه كمان برامة ربيعة والراجل طلع اشاد بيهم وانا بحييه كمان ان هو بدأ بمحمد الشناوي ان محمد الشناوي كان تعافى وقدر ان هو يخش النهاردة بشكل كويس جدا وكان عنده ثقة واندى المدافعين سيقع جمع دي جدا كان في كلام ان هو رايح كنت عشان ما تشجي لا النهاردة دي جروفة كويسة اه طبعا ما هو اطمن على حالته وابقى اكمل شفاءه وبقى جاهز مية في المية وادى طمانينة كمان وثقة للرباع الخط الضهر كان في ربط كويس جدا فدي برضو ميزة ان انت بتلعب وراك حارس عملاق زي محمد الشناوي وقدر ان هو يساعد زميله في الخطوط دي بتتكلم على الطرفين ادوا اداة جايك جدا قال يقل بدنية ما كانتش مكتملة لكنه عشان هم ابواعاد عن المباريات وده طبيعي جدا لكن البداية كانت موفقة وهم استفادوا من المباراة ومسيماني برضو حطوا عينه عليهم لحد ما يشوف مين اللي هيبدأ المباراة اللي جاية وممكن يكونوا بالنسبة له تغييرا تحسبا لأي حاجة ده ادى اكيد اه بالزفر انا النهاردة عجبني مسيماني جدا جدا وكمان في حاجة مكسيوني طبعا ادى راكي جدا وجاب هدفين لكن الاستمرارية مطلوبة الاستمرارية في الأداء والالتزام ده طبعا وبعدين ده هدفين مش بالدماغ من ورا هدفين حلوين اه بالزبط لكن عايز اضيف حاجة هنا للمكان بتاع مكسيوني الفترة اللي جاي عندك احمد عبدالقادر برافو علي انا كنت جايلك في الكلام ولازم احمد عبدالقادر ياخد مطشاط زي المطشاط القوية اللي جاي اه انت عندك سانداوز المطش اللي جاي مش كده في افريقيا اه صندوق فرقة قيلة فرقة بتحضر وفي عندها سرعات وبيقفله كويس قوي وفرقة عندها صخافة في الملعب على اعلى مستوى صحيح فانت لازم تستفيد باحمد عبدالقادر في المكان ده لان احمد عبدالقادر ليه الافضلية وعنده الامكانيات اللي بتأهله ان هو يلعب مع النادي الاهلي كأساسي ليه عنده امكانيات سرعة عنده قوة عنده تمرير كويس قوي وكمان بيعرف في جيبلك جهو فأحمد عبدالقادر في المكان ده هيعمل لك قوة ضربة جامدة جدا مع تقلق مكسيوني كمان هيبقى عندك انت احمد عبدالقادر ومكسيوني لو طب بعد تقلق ده كأتنا حباب عبدالقادر هل nurseryلعب ولا مكسيوني في الممشيوني لا لا احمد عبدالقادر لان المطش هيبتقل على مكسيوني لكن احمد عبدالقادر عنده وعنده الرغبة وعنده الدوافع وعنده الشورصة الهجومية وده مطلوب للنادي الاهلي في المطشاط بتاعت افريقيا فانا برجح وجهة نظر المتواضع ان هو يبدأ بحمد عبدالقادر كمان انا مش عايزه يبعيده لان احمد عبدالقادر ده هو اللي جاي هو مستقبل منتخب مصر فاللعيب اللي بيمشي كويس ما ينفعش هارجع عيده تاني فانا بديله الاستمرارية وديله الثقة عشان مستوي زيد ده اللي انا بطالب به مستمع ان هو يهتم بحمد عبدالقادر الفترة اللي جاي طيب سعيد عدم تهديف بنسبة لمحمد شريف مشايف سره ايه حتى الان هو انت فرود وعارف ان كل مش كل ما تشاط انت هجيب فيه هتاف لكن شريف تحركاته بتدي مساحات كويسة جدا لأفشة للشاحات المكسيوني الناس اللي بتيجي من تحت مش شرط انت عارف انت الوقت زمان كان فيه محطة كوالفرود المحطة الناس اللي بتيجي بتحضر عليه من ده هو مختلف هو مختلف اولا ما شاء الله عنده سرعات عدم التوفيق والتوفيق لا مش بتاعنا هو بيجتهد في المطش بيقدر بشكل كويس والنهار ده على فكرة كان متواجد بشكل كويس اوي لكن النهار ده التوفيق كان موجود مع مين مع ميكسوني هل جلوسه على داكرة البودلاء مع المنتخب اثر عليه اه حتى الحالة النفسية لما طلع تقريبا نزل وطلع تاني لفت اللعيبة حواليه وهو بيدمع الحاجات اللي بتأثر بتأثر شوية تاخد وقت تاخد وقت على ميركا لكن ناد الاهلي طبعا ناد الاهلي مختلف لكن هو نهار ده قد بشكله كويس اجتهد لكن مفيش توفيق ولعيب الكرة يعني انت بتعتمد على الحالتين توفيق ربنا ليك سم حالتك في المباراة هو حالته النهار ده كويسة لكن مش موفق في الاهداف لكن معالي استمررية ان شاء الله هيرجع تاني طيب تفسيرك النهار ده الاهر ده الاهر ده ورجوه هل طريقة اللعب هي اللي خلت افشا يبقى يرجع افشا اللي احنا عارفينه بلمساته ولمتواجده السحرية اللي بيديها اللاعب امام المرمى ويسهل عليه الامور هل طريقة اللعب اللي 4-2-3-1 ديه اللي فرقت مع افشا افشا طول ما موجود تحته دفندرين وقفين ما بيجريش كتير او ما بيتطرفش هيظهر بالشكل اللي انت بتشوفه ده لان افشا من هو اللعيب الكرة مش عايز يخرج من بر يعني حتى خروج بره ويبدأ يخش بكرة جوه بياخد منه موجود كتير لكن هو تحته دفندرين ما بيرجعش كتير فبيبان افشا استلامه استلام بوشه كويس قوي بيبدأ يحط للناس لانه عنده رؤية ما شاء الله زي ما بقوله عنده اربع عيون بيعرفي السلام كويس استلامه دايما اللي قدام البص يعني شايف حتى النهاردة عمل كام قره عكسية بيوش الرجل بتروح بالزبط يعني دقيقة جدا للبكين عشان البكين كانوا بيزيدوا بشكل كويس الحركة قدام كانت فيه سرعة كان فيه انتشار كويس ده ده افشا لكن هنبدأ نخرجه بره على طرف من الطرف او زي اللي اربعة تلاتة اربعة تلاتة دي بتخليه طرف شوية شوية فبتبعده عن حتى احنا ببنستمتاش بكتير بكورة مش هتجي في رجل كتير لكن طول ما موجود اتنين ديفندرات هيظهر بالشكل ده اللي احنا شاهدنا النهاردة طيب كابتن كامونة خلينا اقول لك التغييرات النهاردة ووجود لعب زي زياد طارق النهاردة وعملاتي التهديف والاستفادة من كاس الرابطة بمشاركة الناشئين اولاك هكلمك على التغييرات ومنوجة نظرك هل هي اسباب لراحة اللعبين اللي هيلعبوا الماتش اللي جاي ولا اسباب كانت فنية في الملعب وفي نفس الوقت رأيك في زياد طارق بالهدف اللي احرازه ورؤية موسيماني في مشاركته في توقيت مناسب يقدر اللعب يحرز هدف او يعمل شكل جاي بالنسبة له لا التغييرات كانت مفيدة جدا ومصلحة الفريق للمباراة اللي جاي يعني انت بتتكلم في عمر السلية النهاردة نزل في الديار 54 وحسام حسن في الديار 72 وامد عبدالقير 73 وفي الديار 73 محمد محمود وطبعا دي تغييرات كانت تغييرات مهمة جدا لإراحة اللعبين مش هينفع يد اللعيبة كلها اوقات طويلة لكن في بعض اللعبين هو بيعتمد عليها ويقدر ان هو يديها من اول المباراة اللي جاية عشان كده انا شايف ان اهم تغييره النهاردة بالنسبة للمسيماني كانت في الديار 54 عمر السلية ان هو ممكن يبدأ من برات سنداونز يقدر يلعب بعمر السلية ويقدر يلعب بديانجي وحمد فاتحي احنا كلنا تعودنا ان احنا نشوف التلاتة دول كاستارة دفاعية وبيعملوا دور دفاعي وهجومي لنادي الاهلي كمان مش دفاعي بس ان هما عندهم ادوار مركبة وعندهم ادوار طبعا جيدة جدا وبيقدروا يفيدوا النادي الاهلي خصونا التلاتة دول بلعوه في نص الملعب تغييرات كانت مفيدة وده دي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم عليها فاروق ان احنا بنجهز البديل تملي نهتم بالدكة الدكة دي طول الفرقة القوية بيبع عندها دكة محترمة يتصنع الفرق لما تنزل وتعمل تغييرات بالنسبة لفرقة كبيرة زي فرق النادي الاهلي لكن تغييرات النهاردة كانت اضافة وكانت تغييرات فادة النادي الاهلي فنيا خصونا الشوت التاني وده من مميزات للموسماني عملها النهاردة شوت التاني طيب هسألك نفس السؤال اللي قلت سألت وكانت تنسل سعيد عبد العزيز في فكرة هل يعني فوز النهاردة كان لقوة الاهلي ولا لضعف في مصر المقص لا في الاداء النهاردة بص خلانا اتطفق ان النادي الاهلي كوالة اللعيبة ما فيش شك ما احترمنا الشديد لفرقة المقصة في فرق في كابتن تامر كابتن سامير كان من معايا من وين وقال انه هيلعبزون يعني قلنا قوة الاهلي هتخلينا هيلعبزون امكانات لعبته هيلعب كده واي مدرب مطرح تامر تامر على فكرة مدرب كويس وعمل جيم كويس قوي تكتكين لكن فرقة لعبة النادي الاهلي اتقل من المقصة وسهلت الامور من بداية بالزبط بالبداية الهدفهم تقسينه سهلوا الامور بالنسبة لكن مش من قوة المنافس احنا مش عايزين نقلل من منافس تمالي ممكن يكون النادي الاهلي كان افضل والمنافس النهاردة ما كانش اليوم بتاعتم نادي الاهلي النهاردة استغل الفرص النادي الاهلي النهاردة كان معدلاته للجاري كتير النادي الاهلي كان مركز عنده شراسة هجومية كل ده النادي الاهلي كان حالته كويس عشان كده قدر يكسب مش تقليل من فرقة المقصة إنما النادي الأهلي كان يومه لكن تامر عمل مباراك واسعة على قد الإمكانيات المتاحة والظروف اللي بتمر بيه تامر مدرب كويس وإن شاء الله ربنا يكرمه في اللي جاي لكن النادي الأهلي النهاردة بصراحة كان متفوق على نفسه هل أهدافك سعيد محمد مجدي حارس مرمى المقصة كان ليه دور في سهولة الأهداف أو دخولها للمرمى لا 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 شكل الأهلي النهاردة الهجومي فضيع يعني كان عاملين ضغط مش طبيعي لجالب زي من كابتان سابير بيقول فيه لعيبة عايزة تثبت نفسها عايزة تبقى موجودة فيه ناس رقم واحد يعني معلول النهاردة وحيد عايزة تبقى موجود تريم النهاردة أنا فجيت بصراحة بأداء وأنا من الناس اللي بطالب النهاني يعني أتمنى النهاني يبقى موجود الفترة الجافلة بالقالم احتاج في المركز ده حد بعد إصابة أكرم طفيق ناحية اليمين الكلام إنه ممكن يكون فيه ضاف اللاعب عشان أكرم طفيق غيبوا بالتالي محمد هاني أو كريم يعني بقى لهم فترة فهلنادي الأهلي محتاج حد في الدابة اليومنا أكيد لأنه إنت محتاج والشمال طيب نعم معلول ومحمود أحيد مظهول مش إن الشمال لأ الشمال طب أنا شايف إن الشمال محتاج أكتر لا بالعكس عشان معلول يعني أه إنت عندك معلول أحيد مش فيه معلول مش موجود محمود أحيد النهاردة قد أداء كويس جدا وكريم فهد النهاردة قد كويس جدا أنا من وجهة نظر الشخصية الشمال الأهلي محتاج في الحتة دي طب إنت لو أكرم ونفس قوارتي ولو أكرم مش موجود لو محمود وحيد جاله عرضة وهو هيمشي مو لا محمود وحيد إنت محتاج حد بس يسند فكرة الإصابات ممكن عند محمود وحيد هي دي بس اللي إيه تقلق الإدارة في الوقت لو أصدقاء النادي اللي هالي استغنى عنه لا المقولش استغنى عايب زيالة لا يجيب معاه لا محمود قعد فترة محمود تلاتة باكلفت أيوا أنت عندك فترة من الفترات لما معلول الغاب كان محمود وحيد ممكن تحلها جوه الملعب تعمل عمية روتيشن في بعض المراكز تحط أي من 10 باكلفت أي من 10 باكلفت يبقى أنت عندك تلاتة باكلفت مع أي من 10 باكلفت بيقوم بكل دوار بيقوم بهنا بيلعب باكلفت كويس أوي وبيلعب مساك كويس جدا عايز كوالتي بنفسه كوالتي معلول فاهم قصدي مش هتلاقي هنا في مصر مش هتلاقي أنا بقولك يعني كان فيه خلص طب أنت طب أنت طب أنت كان فيه سعيده خلص طب أنت أكرم أكرم من أنت جبته من ديفندر جبته باكلفت عمل كوالتي حالو في النفجات قوي قوي لك أننا لتمنى له فاروق بجد يعني يرجع لمستوه هن مين هن إحنا محتاجين هكذا لا وهن يلعب كرة هايل وعنده فكر كويس طبعا ينقصه بس فكرة أنه يبقى أشرس من كده شراسة الهاني تختلف هو كمان حتة البكرايت لما سعيد بيقول فيه كريم فؤاد وفيه هاني هاني طبعا لعب مميز وحفظ مكانه لعب كويس قوي أكرم توفي إن شاء الله لما يرجع هيبقى عندك ثلاثة بكرايت مش محتاج إن انت تشتري يعني بتتكلم في أربع شهور خمس شهور ربنا يشفيه ويرجع من الإصابة يعني بسرعة ويتعافى بإذن الله هيبقى عندك أكرم وهيبقى عندك كريم فؤاد وعندك محمد هاني فانت كده مش محتاج هتوفر الميزانية برضا من الرجل هيبقى راجع من الإصابة نفس الشيء اللي احنا اتكلمنا ناحية تانية بتقول محمود وحيد فيه علي معلول معاه من اتنين بيسندوا بعض علي بيلعب التاني قاعد تحسبل لأي ظروف بتتكلم في أي من أشرف ممكن يلعب باكلفت فانت هنا ما عندكش قزمة في حتة الإطراف تأكد؟ متأكدين؟ طيب فضلك بسعيد أنا أنا بأتكلم معك احنا اختلاف وجهات النظر في كل واحد شايف فريد أهلي محتاج إيه يعني؟ تفضلك بسعيد أنا مش هكلم على العيبة لكن هتكلم على قوة المنافس نفسه نهاردة لو فيه فرقة أتقل شوية هنلاقي كسور في ناحية الإطراف من اللهم طيب مدارة أنا كنت بأكلم عنك فيه فكرة الطيران اللي انت بتقول عليه من الطرفين اللي هم كانوا بيزيدوا بشكل كبير لو فيه منافس أقوى شوية ضغط ممكن من منافس مختلف هتلاقي فكرة السبات للبكين موجودة اكيد 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 مليون في المئة وهنا تبن ممكن إمكانات اللعيبة بشكل أكبر هي فرصة حلوة يعني هي فرصة حلوة انك تشوف لعبتك في مباراة ممكن تكون إلي حد ما انت مسيطر عليها وإمكانياتهم الفنية يعني كريم فؤاد عمل كم كورة ممكن الجون الثالث تقريبا او الجون الثالث بتاع ميكسوني او الأول بتاع ميكسوني والثالث بتاع حسين الشعال ممكن يكون ظهر فيه بعض الامكانات الهائلة من كريم فؤاد اللي انا عارفه شخصيا يعني انا اشتغلت معاه في انجوم مستقبل لا لعب هايل لعب قويس وتلعبه شمال على فكرة تعرف ان هو بيلعبك لفت بيقدر يلعبك لفت بس ده على المدى البعيدة ده واحد تكلم على المدى البعيد يعني ده انت عندك تنسامير على المدى البعيد خلاص عندي بكريت تكلم بقى فيهاني وأكرم بعد كده يعني ممكن تحتاج على فكرة هو انت كنادي كبير زي الاهل ومشاركات في البطولات بتبقى الفيجن أوسع والرؤية أوسع لللي انت محتاجه بعد كده واكيد يعني انقطاع ناشين بيبرز شوفنا زياد طاري رأيك في زياد طاري طابة انت كابتن بتكلم على قطاع كبير في النادي الاهل فده الطبيعه كابتن فروض طبيعه انت تقدم واحد واثنين وثلاثة واربعة وانت بتشوف اللعبة دي لما بتخرج بره بتقدم بشكل كويس يعني في الاندي الى ما بتخرج بسامير وبيلعبه وبيقده بتبقى انه عايز ترجاهم تاني طب ليه انت بش بتديهم الفرصة من الاول ليه ما نعملش بس يعني مثل ما هو عمله كده كابتن سعيد في الوقت المناسب كاس الرابطة دي اعتقد كده فرصة حلو ان يشاركه مجموعه وبرز منها اللعب وكمان في نقطة مهمة جدا برضه بكمل كلام سعيد طبعا انت بتتكلم كمان في لعيب كويس جدا نسو محمد عبد المنع يعني ده من ناشئين النادي الاهلي هنا يمكن سعطه بالفترة من فترات انها كنت ماسك جيل 97 طلع اعارة استفاد وخد خبرات ورجع على منتخب مصر النادي الاهلي خده تاني فدي برضه ميزة لعبة النادي الاهلي من الناشئين بتبقى لعيبة مميزة بس النادي الاهلي بيبقى عنده كسرة لعبين وكسرة نجوم ولعيبة دولية ولعيبة كبار في السن وعندها خبرات فبيبتدي يطلع اللعيبة اعراط عشان تكتسب خبرة الدور الممتاز وترجع النادي الاهلي فتشيك اتنين من الناشئين اه اتنين من ده مبارح انا شفت اه فعلا دي حقيقة ودي برضه تجربة مفيدة ان هم يطلعوا ياخدوا الاحتكاك الاوروبى كمان بيبقى اقوى من الدور المصري فدي تفيد اللاعب نفسه ان هم يرجع يجي النادي الاهلي السنة الجاية يبقى جاي جاهز فدي برضه فكرة كويسة حيب طيب لو هكلمكو عالماتش الجاي التغيرات اللي ممكن تحصل في التشكيل بقى كابتا كابتا سعيد ناتش سانداؤنس طبعا دورة في السادة القاهرة هنا ان شاء الله كل التوفير النادي الاهلي نتمنى ان الجامهير تبقى عشر تلاف بعمر الله في المطش ده زي ما النادي الاهلي طلب بعمر الله طبعا اكيد هيرجع معلول هاني هبقى موجود طبعا هيرجع تاني هي قصة كلها اختلف هل هيلعب تلات ديفندرات قلب الدفاع زي ما هو؟ اه يعني رامي طبعا موجود انا شايف ان ممكن السولاي بقى موجود ديفندر تالت طبعا مطش مش سهل لانهم عندهم فرد سانداؤنس بالفرق اللي عندها سرعات مش طبعية عندهم ممكن اداؤهم يا فاروق شوفت او انا اكتر من مرة في معتشاط حتى ضد النادي الزمالك عندهم الفرود اللي بيسقطوا والحافين بيروحوا مع الطرفين من برة فبيعملوا كسافة هجومية بشكل كويس فانت لازم تبقى مقامل كويس لعب الكورة اه لعب الكورة في الوقت نفسه انت مش استغنى عن افشا بس هل هتلعب افشا؟ لو لعبت تلات ديفندرات هتلعبوا فين؟ فالتشكيل لحد دلوقت هيبقى مبهم لكن احنا محتاجين سرعات محتاجين حد يوفى على الكورة زي افشا في المكان بتاعه بس انت طبعا لسه لحد دلوقت رؤية مش باينة لكن هتلعب فارقة منظمة فارقة confirmedة فارقة عندها سرعات لاثم انت بعامل حسابك لان انت عندك بنت المطشد ده مش محتاج عنده insanKم يعني مش هينفع في غير ثلاثة بنت يعني طريقة 4-2-3-1 ممكن ان ي呼ري الطريقة اللي واحدة ممكن ان يروح الطريقة لو المطشد جاي ثلاثة أربعة ثلاثة يرجع عليها يعني ممكن ان يرجع عليها بعد الأداة النهاردة طبيعا يكون فترة الاعداده كلها بالمتشاط الودية اشتغل على دي وكاسر على مندي اه اشتغل على دي فمن السهل ان انت ترجع الاربع انا فوجئت النهاردة بالتغيير لا على فكرة من السهل فاروق ان انت ترجع من 3 الاربع لكن صعب من 4 الى 3 دي صعب لازم اتمرى عني كويس كابتن كامونا برضو تغييرات التشكيل التغييرات دي لازم ان هو يغير يحط اللعيبة الخبرات واللي هي موجودة في التشكيلة الاسية اللي هم معظم مليع مع بعض فترات طويلة سواء في افريقيا او في الدوري الفترة اللي فاته في كاس عالم اندي انا بتواقع ان الشنوي يبدأ المبراوة علي معلول ياسر ابراهيم ايمن اشرف هاني والسلوية وديانجو حمد فاتحي واحمد عبدالقادر والشحات ومحمد شريف للتشكيل الانسب للنادي الاهلي قدام ساندهوز بتجمع بين الخبرة والشباب بتشتغل على توازن دفاعي وهجومي بتلعب قدام فرقة محترمة فرقة كوية عندها خبرات افريقية التشكيل الانسب اللي هو ممكن يبدأ بيها ممكن يلعب بالتلاتة في نصف الملعب اللي هو السولية وديانجو حمد فاتحي تلاتة في نصف الملعب واتنين قدام التلاتة اللي هو احمد عبدالقادر والشحات ورأس حربة صريحة محمد الشريف يبقوا تحت جا تحت ضمين لجوه اه ضمين شوية لان انت عندك فرقة ساندهونز عندها نصف ملعب نصف ملعب كويس قوي بيعرفوا يضغطوا بيبصوا كويس بيتحركوا فرقة محترمة فدي الطريقة او التشكيل الانسب للنادي الاهلي قدام صندوق طيب قبل ما اطلع للفاصل احسألك سؤال انت كان فيه صورة من كم يوم كده للكهربا قلتلك الكهربا يعود مرة اخرى لنادي الاهلي ولا لا قلتلي اه افضل منك سوين قللي اه كهربا هيرجع لا انا بقولك تتكلم على المستوى الفاني قهربا عارة على فكرة قهربا عارة اه ايه ايه نرجع اه يعني اقيم لك قهربا ومكسوني طيب بعد الفاصل تقيم بعد الفكر كده عشان اديك فرصة عشان ترجع نفسك لا 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 اقولك على حاجة عشان ما ترجعش بك لا لا انا مش افكر انا انا جاهز لا لا يعني الرد بسريع وجاهز لا نطلع للفاصل نرجع للمحال ذاك بيعيش النادي الاسماعيلي على صفيح ساخن في الايام الاخيرة بسبب فريق كرة القدم الاول بالنادي واللي اصبح هو مصدر الصداع الاول لادارة النادي وجماهيره واعلن النادي الاسماعيلي تولي حمد ابراهيم مديرا فنيا للفريق وبيعاونه الدكتور عطياء السيد مدرب عام واحمد سمير فرج مدرب وسيد توفيق مدرب لحراس المرمى فمنذ بداية الموسم الحالي لبطولة الدوري لم يحقق فريق النادي الاسماعيلي اي انتصار في البطولة حتى الان وذلك على مدار تسع جولات خضها الفريق الاصفر في البطولة حتى اللحظة واكتفى فريق النادي الاسماعيلي بتحقيق تلت عادلات فقط مقابل ست هزائم ليستقر فريق الدرويش في المركز قبل الاخير بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد تلت نقاط فقط في رصيده حمد ابراهيم امام مهمة شبه مستحيلة لاعادة الاسماعيلي مرة اخرى في الطريق الصحيح وده بعد صعوبة موقف الدرويش في الدوري فالفريق لم يتزوق طعم الفوز حتى الان وبيسعى المدرب الجديد للمشامل اللاعبين وصناعة توليفة قادرة على عودة مكانة الدرويش مرة اخرى فبينتظر الاسماعيلي مباراة صعبة امام الجونة وهو اول اختبار لحمد ابراهيم مع القلعة الصفراء واللي بيرغب في انه يعبر هذه العقبة بنجاح عشان يحصل على الثلاث نقاط ليكونوا دفع معنوية قوية لي ولللاعبين في بطولة الدوري الممتاز خسارة اربع نقاط امام بيترو اتليتكو وسجراد الانجوليين وخسارة قاسية امام سموحة نتائج وضعت مصير المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون داخل النفق المظلم مع الزمالك بالنتائج المخيبة محليا وقاريا واقتراب رحيله عن القلعة البيضاء وهتكون المواجهات الافريقية القادمة فارقة في تحديد مصير كارتيرون بعد التعادل المخيب امام بيترو اتليتكو الانجولي بهدفه لكل فريق في الجولة الاولى من دوري الابطال والتعادل سلبيا امام سجرادة خارج الديار ولا يملك المدرب الفرنسي رفاهية اهدار المزيد من النقاط لما هيتير لمواجهة الوداد المغربي مطلع الاسبوع المقبل لان مواجهتي الجولة الثالثة والربعة من منافسات الاميرة الصمراء هتكون امام اقوى المرشحين للتأهل من هذه المجموعة وفشل كارتيرون ولعبه الزمالك في مصالحة جماهير النادي بعد التعادل في الجولة الاولى امام بيترو اتليتكو بهدفه لكل فريق فخسر بعدها مباشرة من سموحه في الدوري المصري بهدفين دون رد لترتفع الاصوات المطالبة بالتغيير الفني قبل فوات الاوان وبيمكن للمدرب الفرنسي الخروج من المأزق الحالي بالتحضير والاعداد الجايد لمبارتين الوداد على نار هادئة خاصة وان مباراة الدوري لن تعود للصورة في ميت عقبة سوى بعد لقاء الوداد الاول ووقتها قد يكون الفارس الابيض ومدربه الفرنسي في وضعية افضل فتصحيح المصار في الزمالك بيتطلب من كارتيرون عودة السقة للاعبيه والاعتماد على التشكيل الاساسي لتحقيق النتائج المنتظرة لان غير ذلك هتكون نهاية مأساوية للمدرب وحزينة لجماهير الزمالك اللي بنتظر انتفاضة تعيد الفريق لسابق أمجادو طيب احنا هنتكلم عن ناتذ زمالك لكن قبل فاصل قد سألت كابتن سامير كامونة عن عودة كهرباء في ظل تقلق النهاردة ميكي سونيو كان كابتن سامير من كم يوم كده قال لي كهرباء لما يعود أو لو عد طبعا هو أفضل من ميكي سوني هل ما زلت كابتن على رأيك أن عودة كهرباء مهمة في ظل عدم كان تقلق ميكي سوني قبل كده والنهاردة هو تقلق الراجل بس هو تقريمي اللعيب مش مبارة واحدة أنا بقيم على تاريخ كهرباء والفترة اللي فيها ميكي سونيو النادي الان ما فيش شك أن كهرباء أفضل من ميكي سونيو كهرباء عنده سرعة وعنده قوة والكمان الحس التهديفي بالنسبة لكهرباء أعلى بس كهرباء لما مشي كويس مع النادي الأهلي ابتدى يعود ده قرار من لما مشي لما مشي كويس ابتدى يلعب ويجيب أهداف وهو الطبيعي أن أنا ممشي كويس أمشي ما دي مش بتاعتي بقى أولا بتاعتك دي بتاعت الراجل بتاعت المدير الفني أيوه مسيماني المدير الفني لما فيه العيب يمشي كويس ما هو فيه مدربين بتحب وتكره أصدق المشاكل اللي حصلت بينك وبينه بزبط أه مشاكل ومرضيش تسلم عليه القصة القديمة اللي احنا كلنا عارفها كل الناس عارفها هنا بقى حب وقره المدرب اللي بيخليك ممكن تكمل في فريق قوي زي النادي الأهلي أو ممكن تلعق عارة وتمشي ومجيش تاني هو جاب مكانه مكسيوني وكهرباء كان موجود وبرستها بس بلعب الناحية التاني انت بتتكلم في نفس الـ بلعب ناحية الشمال الكهرباء أفضل وبيخش الجوة بقفره التاني بيعملها كويس هو جاب نفس الـ position بطريق مكسيوني زي كهرباء لكن فضل مكسيوني على كهرباء الفترة اللي فاتت طلع عارة عشان يبدأ الراجل يديله واحدة واحدة ويدخله في التشكيل الأسية زي النهاردة كده لكن بتتكلم على المستوى الفني والبدني والفكر بالنسبة لتقييم كهرباء ومكسيوني لا كهرباء أفضل كهرباء أفضل كهرباء لعب دولي ولو خد مطشاط مع النادي الأهلي الفرقة اللي موجودة حاليا دي مع أحمد عبدالقادر وبرستاو وقفشا ومحمد شريف هيعمل شغل كويس قوي بس هو الراجل مش عايزه دي مش بتاعتي يعني العيب في الراجل مش في الكهرباء هو مش عايزه أيه رد علي العيب في الراجل ولا في كهرباء آه في موسيماني مش عايزه بالسبب المشكلة الأولانية مش مأثر هي مش مشكلة فنية تمام هي مشكلة أخلاقية ودي وجهة نظره إن هو لو قعد في النادي الأهلي هيبدأ يطالب باللعب هو مش عايز كده تمام وكهرباء لما بيبقى فايق بيبقى بيفيد النادي الأهلي لكن هو مش عايز كده أو عايز حد يبقى هادي و كابتن سعيد بتبطفق من جابتن سمير ولا في اختلاف أبطفق بس لو أخلاقية النادي الأهلي ما بيصبرش يعني لو حاجة أخلاقية جامدة الأهلي لا ما هي المشاكة المشاكة كانت معروفة يعني ما بينهما بين مسيماني لكن هو بصراحة الفترة اللي مشي فيها كويس كورة فعلا يعني قعد قعد لما ابتدى بقى لما ابتدى يفوق لكن هو أظن الكلام كانت سمير مليون في المئة صح لو هو موجود مع المجموعة اللعيبة دلوقتي وكان من هدفين الفرقة السنة اللي فاتت وما كانش الأهلي كده كانش على المستوى ده لو موجود مع اللعيبة دي أظن هو هيزهر بشكل أفضل من كده بكتير كمان طيب خلنا الكلام معنا نتزة مالك ومباراته الخادمة أمام الوداد ويمكن نتزة مالك حتى نقف تشوف ما أذكرت سعيد وفكرة المكام تتعادل في المباراتين والأمور تسهل على نفسك كان مفهوض بمكسب سواء بقى المبارات الأول أو حتى المبارات التانية يعني أنا من وجهة نظري أنت زمالك كان قاضري على المكسب في المباراتين لكن تعادل في اللقائين وبالتالي الموقف شبيه بنسخة السالة الماضية كتسايل أكيد والمبارات القادمة أمام فريق كبير فريق الوداد فريق يعني من الفرق اللي هي متمرسة في دور الأبطال تعامل زي مع مطشة زي ده كده أولا الزمالك عنده نقطتين في الحد دلوقتي اللعب نادي الوداد والوداد طبعا من الفرق المحترمة جدا مطشة صعبة وإحنا مطشاتنا أصلا كلها عموما سواء نادي الأهلة أو نادي الزمالك مع أي فرق الشمال الأفريقية بتبقى الوضع مختلف بقى فيه تحس إن فيه حرب بيننا زي كان المتخب مصر بلعب المغرب مجموعة لعيبة بصراحة يعني ممتزين عندهم سباتة كابتن في الأداء عندهم نتائج إيجابية بقدوا بشكله كويس لكن المتش بالسهل خاصة إن انت شايف يعني الجدول الجدول والترتيب ده كابتن بالنسبة للمجموعة ممكن يتغير هيتغير كابتن لسه لسه بقدر بس كل ده بناء على المتش الجاي بناء على المتش الجاي والمتشين البعدي اللي بعدين انت تكسب كابتن لو بترو قتلتك وكسب المتش الجاي بقى سبعة بنت وانت ماكسبش الموضوع بيبعد لكن المتش الجاي سيبقى صعب لكن لو انت كسبت المتش الجاي الأمور بتسهل تمام كانت سامير برضو رأيك في المباراة القادمة بالنسبة لنات الزمالك الزمالك في موقف لا يحسد عليها وكارتيرون بيشتغل على تصحيح المصار وأوضاع الفريق فانت بتلاقي فرقة محترمة من شمال أفريقيا على ملعبها شراص جدا عندهم لعيبة مهارية بيعرفوا يكسبوا على ملعبهم فانت الزمالك حط نفسه في موقف محرج في المجموعة تكلم عن نت الزمالك تالت المجموعة عنده نقطتين من مطشين بيترو أتليتكو وسجرادة الأنجولي هم اللي اتنين من الأنجول بالضبط المطشين يا فاروق كان نت الزمالك بيقابله برضو سوق حز يعني المطش الأخير نت الزمالك على ملعبه يعني عايز أقولك كان الوضع كان سيء جدا خصويا في النحو الجميع بيضيع هداف كتير لكن انت بتتكلم على مدرسة تانية خالص الشمال أفريقيا بتلعب بره ملعبك نت الزمالك مطالب ان هو يكسب طيب لو تعادل يا كابتن هيبقى فيها حزبة التعادل هناك يعني حل ولا غير في الظروف اللي الزمالك بيمر بيها دي صعب لان انت هتخش في حزبة بقى انت لو تعادلت وكسبت هتضطر ان انت تكسب كل المطشاط اللي جاية عشان تصعب ايه انت عندك لس يعني سبع نقاط او ست نقاط انت لو اقدر لات غلبت او تعادلت نت الزمالك هيتصعب موقف الجدول جدا انا بطالب نت الزمالك ان هو يكسب برا ملعبه ويقدر ان هو يكسب انه عنده تيم كويس جدا عنده تلت هجومي سعيد فرقة لعيبة على اعلى مستوى تكلم في بن شرق في شيكابالا في اوباما بيجي حد من تحت زيزو عنده حلول هجومية غير عادية يقدر يكسب برا ملعبه ان هو عنده سكويت بتاع اللعيبة اللي عنده سعيد لعيبة كويسة اوي حرس مرمضة بالزبط ابو جبل حرس عملاق كنت بتكلم فاي تيم قوي جدا يقدر يكسب الودات في الودات اه يقدر يكسب فانا انا 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 بتكلم عشان عارف فريت نسزة مالك Coronavirus وامكانيات اللعبung republicGreat هم يقدروا ان هم يكسبوا برا ملعبهم في المغرب ساعمة اه يقدروا لو مكسبوش الموضوع هيتصعب عليهم جدا 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 هتضطر ان انت تكسب مavamشاة اللي بايغة عشان تصعد وهو شبيه بالسنة اللي فاتت يا كابتن ISP ليه مش شبيه بالسنة اللي فاتت يعني الموضوع بتعطي يعني الترجي وشبيبت القبالة ونتذكر وفكرة ان انت نادي الزمالك خرج ويعني بشكل ممكن يكون في شبهة اتفاق ما بين الفرقين ولكن طبعا في الآخر الزمالك هو يعني عمل كده في نفسه بالزبط اه هو انت مش عايز كده اصدق كابتل انت مش عايز كده انت عايز الزمالك يكسب وما يستناش لأي نتاج اخرى فرق الزمالك فرق انا بطل بتمثل مصر وفرق محترمة وعندك حلول هجومية عندك مدرم محترب وهو كمان مهتم بالمباراة اوي بيحضر لعبة للمباراة فدي نقطة مهمة جدا انا مركز داخل المباراة مركز اللعبة هتركز ازاي هتقدر تتكلم عن نقطة الضعف ونقطة القوة وتحضيره للمباراة مهمة جدا هو بيتكلم مع لعبة بصفة مستمرة وعنده ميزة انه هو لما بيكون محتاج حاجة او محتاج مطش قوي بيعرف يغضو بيعرف يتعامل مع المباريات الكبيرة او مباراة التقيلة خصوصا مباراة شمال افريقيا فدي ميزة في كارتيرون هو فعلا المطش اللي جاي مركز اوي مع الزمالك انه هو يكسب المباراة دي فانتمنى توفير الزمالك والاهل ان شاء الله ومننساش طبعا مصري وبيراميدز في الكونفدرارية انا يبقى طبعا كلام عن مباراة طبعا الكونفدرارية واكيد طبعا احنا سعداء بالمكسب اللي عملوا بيراميدز خارج الارض والمصر برضو مع فريق كبير زي ما زينبي ما شاء الله طيب خليني بس عشان وقت بيجري عايز اكلمكو عن الاسماعيلي والتغيرات اللي حصلت الفنية وجود كابتن حمد كابتن سعيد في الادارة الفنية هو مبارح اعلان رسمي وبكرا عنده ماتش الجونة اولى مبارياته والموقف صعب هل تتوقع ان كابتن حمد يقدر سريعا يعني يعدي بالموقف الصعب ده ويبتدي فيه فرصة في التوقف حتى بتاع مباراة السنة مباراة السنة يبقى فيه وضع تاني يعني في كام ماتش اللي جايين يقدر كابتن حمد يعمل نتائج جيدة في مع الفريق والله نادل اسماعيلي انا متحير يعني بقى لي سنتين ثلاثة متحير في نادل اسماعيلي بصراحة يعني مش دي خامة اللعيبة كابتن فاروق اللي هي اللي كنا بقول نقول زمانة كابتن أمير بنستنى فرقة اسماعيلي عشان تمتعنا في الكورة مش هي دي مجموعة اللعيبة اللي بيتمتع الناس نقول لي الدرويش هتلعب احنا كلنا بستنى المطشات اسماعيلي هتكفروا عشان نستمتع بكورة فانا شايف اللعيبة اللي موجودة دلوقتي لازم تصبر عليها ولازم يزبروا على حمد يعني نفس الكلام برضو كابتن حمد لازم يدوله فرصة كابتن سامير فرصة كبيرة ما تقيموش في مطش مطشين عشان انت مشيه فانت جهاز حتى اللي متكون يعني انا انت بتقول لي انت الواحب يبقى مشفق على اللعيبة انا مشفق على جهاز كمان لان اي نتيجة بكرة عكسية هتخلي جمهور بتاع اسماعيلي صعب اي حاجة بتبقى فيها خسارة اللي بيشيلها الجهاز فحمد تجربة تجربة كويسة اتمنى ان شاء الله بإذن الله تعالى التوفيق فيها وربنا يوفقه بس مطش بكرة مطش صعب طبعا بلا فريق جونة وفريق منظم فريق منظم فريق عنده سبات هدوء عنده جهاز فني سابت بقاله فترة كبيرة مفيش مشاكل في الجونة لان انا مشاكل في الجونة مفيش مشاكل خاص في الجونة لكن انا مشفق على حمد يعني اتمنى له بكرة التوفيق ان شاء الله كبداية واتمنى ان الجمهور اسماعيلي يصبر شوية بقى على اللعيبة ويصبر على الجهاز الفني يعني اتمنى بقى بلاش تغيير لان موقف الاسماعيلي تغيير ادارة بقى يعني الجمهور هيعمل ايه في الاخر الجمهور بيبقى عايز يكسب ويبقى سعيد بالمكسب تخش على السوشال ميديا بقى بعد المطش ما كسبتش بتلاقي طب هتعم بيبقى الادارة اللازم تبقى حتى بلان كده معين مهما حصل هي مركزة ومكملة يعني فكرة السوشال ميديا ما تتحكمش فيه الستراتيجي والبلانينج بتاع اي نادي ده انا موجية نظري باقي بتتحكم بتتحكم ده باقي بتتحكم كنت انا احنا فكرة صغيرة قال ليه كده بركن معي طيب الحمد لله طيب كنت سمين رأيك بكرة هل كنت ان حمد قادر على ان هو يعدي الموقف الصعب بفوز مهمة بكرة على الجونة ولا الامورة تبقى صعب طبعا الجونة احنا بنتكلم يعني بشكل حياتي يعني ولكن الموقف الاسماعيلي هو اللي خلانا بنسأل السؤال ده هو الموقف صعب قوي صعب على حمد تمنع التوفيق بس هو شري بالمهنة من الكابتن اهاب جلال على مدار 6 سنوات 7 سنوات تشغل معاه بشكل كويس اوي مدرب عام بيروح معاه في كل حد فاكيد اكتسب خبرات من الكابتن اهاب جلال وانت عارف كابتن اهاب جلال ممدربين كويسين في مصر ومدرب شاطر وبيعرف اشتغل مع الفرق الكبيرة كمان ابتدى ياخد خبرات من الكابتن اهاب لكن هنا بقى هي برضو حمد برضو يعني مدرب كويس لكن انا الان عليه انا بكلمك من تعالى الامان لان هي برضو مجاسفة مجاسفة من مجلس الزارة نادي الاسماعيل بمعنى بمعنى ان حمد مشتغلش مدير فني قبل كده وموقف نادي الاسماعيلي لا يحصد عليه في التوقيت ده تبتكلم نادي الاسماعيلي تلات نقط من 9 مباراة اه يعني تلات نقط من 9 مباراة وترتيبه 17 هيلاعب الجونة ترتيبه 13 و11 نقط واخد بالك بس الجونة لعب 8 مباراة مباراة قال واخد بالك فهنا موقف صعب جدا اتمنى التوفيق لحمد ويبقى فيه مساندة من مجلس الادارة والجماعير كمان لها دور كبير جدا تبتكلم في نادي الاسماعيلي جمعارية عريقة ومن رموز القرى المصرية في مصر طبعا نادي الاسماعيل اتمنى له توفير فترة جاية لان موقفه في الجدول لا يليق باسم نادي الاسماعيلي فهنا بقى دور كل اللعيبة القديمة والمدربين والجماهير ومجلس الادارة وجهاز الفن الجديد يبقى فيه مساندة لنادي الاسماعيل الفترة جاية ان فعلا فعلا الموقف صعب جدا ومجلس الاسماعيل صحيب طيب يعني شان وقت يا كابتن بقى احنا عندنا فقرة نومبر ون ناخدها مع حضراتكم كتسعيد لأول مرة طبعا هيبقى معانا فيها لكن كابتن كامونة يعني خلاص متمرس متمرس ماشي ناخدها معانا طيب أول نومبر ون بالنسبة لنا أفضل محترف جي في الأهل يا كابتن سعيد كابتن سمير حلو أحمد فلكس فلافيو علي معلول كابتن سمير فليكس 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 ده انت غشش ولا لا والله على طول كده طب الشاشة قدابك تبصص لي لي ماشي ماشي تبصص لي لي ماشي 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 نشاهي ماشي نشاهي أفضل صفقة للأهل هذا الموسم برسلت يا حسام حسن عودة أحمد عبدالقادر كتسعين أنا بالنسبة لي أحمد عبدالقادر طيب أحمد عبدالقادر برسلت ويعني مش عجبكو صحيح لا العيب كويس لكن انت بتتكلم في الراجل تالي عارة واستفاد ورجع أنا شايف انها قادرة هيبقى نجمع شباك لنادي الأهل الفترة اللي جاي ومش تقليل من حسام حسن لا حسام حسن محتاج بس وقت محتاج لعب محتاج يلعب لعب مظلوم جمهيرين في الأهل كت كان يعني كتت المصافة عبدو كتت ربيع سين كتت أسامة عربي كتت سمير أنا بالنسبة لي التلاتة خدوا حقهم ثلث وبدلت في نادي الأهلي وخدوا جماهير عالية جدا وبطلوا جوا نادي الأهلي كانوا لعب أكبار ولعب دولية أكتر واحد تحس ان هو يعني ما خدش حققة كتير أعلاميا جماهيرين كابتن أسامة عربي كابتن أسامة إنما كابتن مصطفى وكابتن ربيع طبعا نجوم كبار وخدوا حقهم كابتن أسامة كابتن أسامة بطل أعجاب شوالله كل السامة جميلة جدا أفضل مدرب وطني للأهلي اللي هو كابتن حسين البدري كابتن فاتح مبروك كابتن أنور سلام كابتن سامية لا تفضل كابتن أول كابتن أنور سعيد بص التلاتة فادوا نادي الأهلي جدا لكن بتتكلم على مستوى البطولات والعدد البطولات أنا بالنسبة لكابتن حسين البدري كابتن حسين البدري طيب لعب معار لابد من عودتها أرجبنا لك كهرباء الصورة تانية كمون كهرباء أو أحمد ياسر ريان أو أبوالي بوس أنا أتمنى بصرف النظر على الفقرة بتاعت نومبر ون أنا أتمنى عودة أحمد ياسر ريان وكهرباء أتمنى الاتنين يعني لو أنت سألتني السؤال تغيره وتقولي الاتنين لعيبة أقول لك أحمد ياسر وكهرباء لا أديني واحدة كابتن أديني لعب واحد لا أهي لا وأنت مش أول مرة كابتن سامية تعزبني ليه والله أنت تعزبني كابتن أبوالي بيعزبني مش بيعزبك أصدر أنا الاتنين ذو هيفيدوا نادي الأهلي هيفيدوهم والله كهرباء أتمنى أكتر واحدة هيفيد هو كهرباء لو رجع مش هيلعب عشان إيبا أحمد ياسر ريان نفس الكلام نفس الكلام لا لا مش على عموالي ريان على فكرة من الناس كمان عشان جهاز واحد لا لا ريان كمان ملهدفين وإحنا محتاجين طيب أنا بشكرك كابتن كتسامية بشكرك سعيد بشكرك وتتكرر تاني شاء الله كانت بيزنين لأن إحنا عندنا كلام كتير لأننا عندنا ذكريات منتخب أولمبي وانتخب شباب وإحنا باللعب منتخب فرنسا مع تريزيجي وهنري وحاجات كتجميلة أيام كتحلو أيام كتحلو ومانت أزا ماشي خلص بأجيلك مع شدي محمد شدي تاني شدي تاني شدي تاني نهارده كان فيه مبارايتين تشلسي وليل وفوز تشلسي 2-0 على ليل النهارده فيه دوري الأبطال وفيا ريال بيتعادل مع يوفينتس دون المبارايت اليوم ونتائجهم بكرة في بين فيكا وآيكس يلعبوا ساعة عشرة وقتلتكو مدريد مع منشستر يونيتد أيضا في نفس التوقيت بشكركم وإن شاء الله هيكون حلقة جديدة بكرة مع إسلام صادق من البريم وفيسبوع على خيان اشتركوا في القناة